تصريحاتك لا تهمنا يا هولند قل ما شئت عن ثورتنا وشهدائنا فوزيرك اعترف وانحنى أمامنا قبل أسبوع هو ما رد به وزير المجاهدين الطيب زيتوني على تصريحات الرئيس الفرنسي فخانسوا هولند الذي أطل عبر قناة فرنسية قبيل احتفالة الثامن ماي وبعت برسالة خبيثة للجزائريين مفادها أنه لا اعتذار عن جرائم الثامن ماي وزير المجاهدين رد بلهجة حادة على همش جلسة علنية لمجلس الأمة على الرئيس الفرنسي فخانسوا هولند وقال أنه إن لم يعترف بجرائم الاستعمار اليوم فسيعترف بها غدا لا محالة وإن لم يعترف غدا فأحفاده سيعترفون فهو واقع وماض وحاضر ومستقبل لن ينكره أحد وعاد وزير المجاهدين إلى التسهيلة التي تحضر الحكومة لمنحها إلى المجاهدين وأبناء الشهداء للاستفادة ميلاً ملحاً وقال أنها ستتضمن تخفيف الوثائق الإدارية بداية من الشهر المقبل هذا وكان وزير قدماء المحاربين الفرنسي قد زار الجزائر قبل أسبوع وتنقل رفقة وزير المجاهدين إلى السطيف لترحم على أرواح شهداء الثامن مايه خمس وأربعين